ماذا سيفعل سائق التاكسي الآن؟ ماذا سيفعل؟ واو لا 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 يا سائق التاكسي ستقوم بقتلنا وسنتحول إلى الغوريلا وبعدها يا شباب سنحاول ذهاب إلى المدينة و tandet senator الشبح سيظهر أمامنا مباشرة وهنا سيظهر الشبح وسنرى و نكتشف ماذا سيفعل سائق التاكسي عندما يظهر لنا الشبح في لعبة جئ متحف سأواللي سائق التاكسي بأن يأخذانني للمنطقة ماذا سيحدث؟ ظهر الشبح ما تصير على سائق تاكسي السلام عليكم يا شباب معكم ياسين من قناة ياس بلايس اللي مجددكم بفيديو جديد وحلقة جديدة من لعبة جيت اي فايف اتمنى ان يكون يومكم بخير يا سيقا انا الحمد لله مبخير وعلى خير ان شاء الله في الفيديو الخاص باليوم وحلقة اليوم سنقوم بشيء رهيب جدا وسنقوم بتجربة مميزة وهي كالتالي يا سيقا اول تجربة سنحاول اخذ التاكسي وسنحاول يا شباب اخذه الى اعلى بناية في جديدة اي فايف وهي هذه البناية الموجودة قرب الان بناية الميزبانك وسنرى ونكتشف ماذا سيفعل سائق تاكسي بالضبط عندما سنقول له بان يأخذنا الى الوجهة التي نريد الذهاب لها هل سيقوم بسياقة السيارة مباشرة فوق من الميزبانك وسنموت ام ماذا سيفعل بالضبط التجربة التانية التي سنقوم بها ان شاء الله هي اننا سنقوم باكل الفاقهة الذهبية وسنتحول الى الغوريلا وبعدها يا شباب سنحاول الذهاب الى المدينة واخذ تاكسي لكي نرى ونكتشف ماذا سيحدث هل سنستطيع اخذ التاكسي وام ان سائق تاكسي سيخاف منا وسيقوم بالهروب لاننا بطبيعة الحال تحولنا الى غوريلا والناس فانهم يخافون اكيد من الغوريلا هذا صراحة ما اتوقع ان اتوقع بان يقوم سائق تاكسي بالهروب عندما يشاهد الغوريلا والتجربة التالية التي سنقوم بفعلها هي اننا سنقوم باخذ التاكسي وسنذهب مباشرة عند الشبح الموجود في جبل ماونت غوردو في جتا اف 5 لكي نرى ونكتشف ماذا سيحدث لسائق تاكسي عندما سيشاهد الشبح هل سيقوم مثلا بالهروب والخروج من السيارة والصراح يا امي والشباح وسيهروب ام ماذا سيحدث بالضبط اعتقد بان سائق تاكسي سيخاف وسيهروب يا شباب ومن الممكن ان تظهر لنا كاتسين جديدة لم تظهر لأي شخص بعد في جتا اف 5 كل هذا سنكتشف ان شاء الله في حلقة اليوم وهي اللي كي نبدأ في التجربة ها هو لقد رأيت سائق تاكسي تعال تعال اوه هناك شخص راكب لكن يسا اقوم باخذ التاكسي ها قد وضعت سائق تاكسي هنا ممتاز جيد ها هو سيبقى واقف في تلك المنطقة حتى اقول له بان يأخذني للمكان الذي اريد ذهاب له هل نقوم بالذهاب للفير جراون حسنا هيا اخذني الى الفير جراون ماذا سيفعل سائق تاكسي الان ماذا سيفعل هاري هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها وكذلك ساضعه فوق الميزباك. هناك شكرا لك يا سائق الهليكابتر لقد خرج من فوق الميزباك. هذه المرة ساقوم بوضعي في هذا الاتجاه وساقول له بان يأخذني هذه المرة سنوغير المكان. الى اخذني الى المنزل هي. ماذا سيفعل سائق الان? لا 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 سيقتلون مرة اخرى. سائق مجنون يا شباب في لعبة جيتا اي فايف. سيقتلون. الحمد لله. لم يحدث اي شيء. هذا السائق لم يهرب يا اسقة. هاري هيا اسرع. هذا السائق يا شباب لم يهرب من الطاكسي بعدما سقطنا. سيقوم الان باخدي للمنزل مئة في المئة يا اسقة. لذلك ساقول له. كيف? هذا مهم عرفني يا شباب بان سائق تاكسي اذا نزل بدون ان تتأدى سيارته. فانه يا اسقة سيستمر في السياقة. لكن اذا تأدى فانه يخاف ويهرب من السيارة. كما لاحظتم في المرة الاولى ساقوم بالتجربة مرة اخرى يا اسقة. ها هو ها هو. تعال 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 تعال. لكن هذه المرة ساقوم ببناء رامب فوق الميزبانك. حدثت. ماذا حدث? مشكلة. لا اعلم صراحة ماذا حدث يا اسقة لكن حدثت. اوه دخلنا وسط هذا المبناء. لقد ضربتني. لم افعل اي شيء. حاولت فقط تكلو مع شركة الطاكسيات فضربتني. اه هو سائق الطاكسي لقد جاء. لا اعلم صراحة ماذا سيفعل سائق الطاكسي. لكن اذا لاحظتم لقد قمت ببناء طريق كبير جدا هنا فوق الميزبانك. وساقول لي سائق الطاكسي بان يقوم باخدي في هذا الاتجاه. وسنظر ونكتشف ماذا سيفعل. حسنا خذني الى الويب هيا. ماذا سيفعل يا شباب? اوكي لقد قام بالضوران حسنا جيد. جيد. اعتقد بان يسوق بطريقة جيدة. ممتاز. جيد لقد ذهب. ها هي الطريق التي صنعتها ماذا سيفعل الان? هل سيقوم بذهب مباشرة فوق الحدود وسيقوم بقتلنا? لا اعلم. يقوم بالضوران الان. ايه ماذا يدور? غريب. ما قد بداش اشعر بالدوار. سائق الطاكسي لقد جنة يأصق في هذه اللحظة. وبدأ فقط في الدواران في مكانه. غريب جدا. انتظروا انتظروا. شو معي ماذا يفعل سائق الطاكسي? بدأ يدور فقط في مكانه. لا اعلم ماذا يوجد في هذه المنطقة. لكن لاحظوا ما هيك شيء عجيب جدا. ماذا سيحدث مثلا اذا قمت باخده واحضرته الى هنا. واو للا لقد ذهب ذهب. مشكل مشكل. نزل يا شباب سنا موت سنا موت. مرة اخرى نزلنا. سنا موت مع الاسم. ووقفنا على رجلينا. بدأ سيفعل. سيهرب. لم يهرب ماذا حدث له? غريب لقد توقف. توقف في مكانه. صراحة عجيب. هيا اذهب اذهب هي تحرك. اذهب الى لا اعلم صراحة ما حدث يا ثقاء. لكن اعتقد بانني قمت بالضغط على السكيب. صراحة شيء عجيب جدا هذا يا ثقاء بعد ما قمنا باخد تاكسي فوق اعلى بناء في لعبة جدا اي فايف. الان سنقوم بعمل تجربة ثانية وهيالك ننطلب. ها هي الفاكهة الذهبية موجودة يا شباب سنأكلها الان وسنتحول الى الغوريلا. لاتس جو بويز. شو شو باعي مسكين. مسكين فراكلين. لقد داخل مرة اخرى سيتحول الى الغوريلا المسكين. وبعد ما تحولنا الان الى الغوريلا. هيا سنحاول الذهب للشارع اعتقد يجب عليي الذهب للمدينة لكي اسططع ايجاد التاكسيات بسرعة. ها هي التاكسي رأيتها. علي الذهاب لها يا اشقاء. هل اسطعت سفير للتاكسي بواسطةAwerila ووو لقد رأتني هذه المرأة وهربت. لا اصطعت سفير للتاكسي. شو 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 شاهدتني هذه المرأة كذلك سسق بالوارج غريب. حسنا سادغط لا لم يقوم باخذ التاكسي. لقد صرق التاكسي من سائق التاكسي! هذه صراحة شيء عجيب جدا. كنت اعتقد بان الغوريلا يستطيع اخذ الطاكسي لكن كما لاحظتم يا شباب لقد قام بسارقة الطاكسي هذا صراحة شيء عجيب انتظروا ساقوم بالسياق قليلا في هذه المنطقة وسأحاول ايجاد سائق طاكسي اخر لكي نرى هناك تجي فقط هل فعلا لن استطيع اخذ الطاكسي بواسطة الغوريلا ام ماذا سيحدث بالضبط? ها هي الطاكسي الثانية ساقوم باخدها ساعتوقف امامه جاي جاي. لا استطيع ركو في الطاكسي لاحظوا معي انا الان موجود جاء هذا الشخص ضرباني بوم ابتعد معك الغوريلا ابتعد ابتعد لا اريد ضربك عندنا تاكسيتين هنا لا اعلم لماذا الناس يحاولوا الهجوم عليه ساحاول اخذ هذا الطاكسي هيا عندنا شخص هنا خد الطاكسي نعم يا اسيقاء لا نستطيع اخذ الطاكسي اذا تحولنا الى الغوريلا في لعبة جدا افايف كما تلاحظوا لقد حاولت اخذها لكني لم استطع لكن هذا الشخص لا اعلم ماذا حل به لكن عندما رأى الغوريلا حاول الهجوم عليه بوم هيا هيا بيكفوت هيا واو ضرباني اضربه اضربه بوم احسنت اي اي اسلام علي جاي اضربه بوم ممتاز ممتاز تعال 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 هيا اضربه جاي احسنت اي اي اسلام علي دمره جاي لكي لا تقوموا بالهجوم على الغوريلا اذا رأيتموا في الشارع وبعدما عرفنا الان بامنة الغوريلا لا يستطيع اخذ الطاكسيات في لعبة جدا افايف سنقوم بالذهب مباشرة الى التجربة الثالثة هيا لكي ننطلق واعدت لكم مرة اخرى يا اصيقاء لقد اقتربت من الوصول لجبل غوردو هو موجود في هذه المنطقة ساقوم بوضع وايب بوينت هنا ساتصل الان بالطاكسيات ها هو لقد جاء حسنا خدني الى مونت غوردو جاي هاري اسرع ارجوك وساقوم الان يا شباب بتسريع الفيديو قليلا لكي نرى انك تجي فلسي الساتع سائق الطاكسي اخذنا الى جبل مونت غوردو ماذا سيحدث بالضبط موسيقى اعتقد بان سائق الطاكسي وفق في اخذنا للمكان كما تلاحظون يا شباب تحياتي لك اوصلني الى الكامب لكن لا تذهب لاي مكان انتظر وريدو اخذك مرة اخرى عندي لك مفاجأة يا صديقي انتظر ساقوم الان باخذه يا اصيقاء مباشرة الى المنطقة التي سيظهر فيها الشبح نعم ها هي المنطقة يا اصيقاء ساضع سائق الطاكسي هنا جاي جدا الشبح فانه سيظهر امامنا مباشرة هنا سيظهر الشبح وسنرى ونكتشف ماذا سيفعل سائق الطاكسي عندما يظهر لنا الشبح في لعبة جيتا افايف وعدت لكم يا اصيقاء كما تلاحظون ها هو سائق الطاكسي فهو موجود في المنطقة وهنا سيظهر لنا الشبح يا شباب الخاص بجبل مونت غوردو الشيء الذي ساقوم بفعله الان هو انني ساقوم بالخروج من سبون رمود وساقوم بفتح التوقيت لانني قمت بايقاف التوقيت التوقيت الان فهو العاشرة واربعة وخمسون دقيقة الشبح فانه يظهر في الحادية عشر ليلا العشرة خمسة وخمسون دقيقة ستة وخمسون ساقل لي سائق الطاكسي بان ياخدني للمنطقة ماذا سيحدث ظهر الشبح ماذا سيفعل سائق الطاكسي غريب انتظروا انتظروا سأحاول تقريبا قرب الشبح ماذا سيفعل سائق الطاكسي سائق الطاكسي هو موجود هنا يا اصيقاء والشبح امامه مباشرة اذا هدفت الفروزن ماذا سيفعل يحاول السياقة لكن الشبح فهو موجود امامه لماذا لم يخاف غريب جدا كنت اعتقد بانه سيخاف وسيهرب ساقوم الان بحادف الفروزن ماذا سيفعل يحاول السياقة يحاول السياقة في عكس الشبح هل خاف من الشبح لا اعلم ماذا يفعل لكن الشبح فهو موجود قربها يا شباب كما تلاحظون صراحة هذا شيء عجيب جدا الشبح موجود قرب كياسائق الطاكسي لماذا لم تروا اعتقد بانه سيارته علاقة فقط ماذا سيحدث اذا خرجت من الطاكسي قد خرجت توقف ها هو الشبح امامك يا سائق الطاكسي هل انا هو الشخص الوحيد الذي يستطيع رؤية الشبح اعتقد هذا يا اصيقاء اعتقد باننا نحن هم الاشخاص الوحيد الذين يستطيعون رؤية الشبح الناس الاخرون فانهم لا يستطيعون رؤيتها غريب صراحة هذا شيء عجيب ساقوم باخراجه انتظر انتظر ماذا سيحدث اذا سددت عليه سيهرب نعم لقد هرب لكن هرب فقط عندما سددت عليه لم يهرب خوفا من الشبح هذا صراحة شيء عجيب لكن اعتقد باني ساقوم بانهاء الفيديو هنا والحلقة هنا نعم يا اصيقاء اذا كنتم باحضر سائق الطاكسي قرب الشبح فاننا لن يخاف ونن يحدث لا اي شيء هل استطيع قتل المرأة الشبح او لا لقد اختفت نجات بحياتي هنا لكن اعتقد باني ساقوم بتوديعكم الآن وساقول لكم شكرا لكم على الدعم رأي بداعجبكم الفيديو الخاص بليوم حلقة اليوم فلا تنسوا وقموا بدعمنا بالضغط على زر لايك وانشروا الفيديو مع اصيقائكم تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة